اهلا بكم لو عاوز تشتري سيارة جديدة او مستعملة ربع نقل او ملاكة يبقى انت في المكان الصحيح لان قناة عربيات بتقدم اكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الانترنت كل اللي عليك انك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اخوانا الكرام يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله مع حضرتكم هاني فرق من قناة عربيات قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة لو حضرتك عندك عربية وعايز تبعها من خلال القناة كل اللي على حضرتك هتتواصل معنا على رقم الواتسة قابل خاص بالقناة اللي هو زيرو اربع وحايد تلاتة زيرو تلاتة خمسة تسعة واحد ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية وان شاء الله حيتم عرض العربية على القناة وربنا يسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا الناس كثير جدا ابعت عربياتهم من خلال القناة النهاردة ان شاء الله جبت لحضرتكم عربية تشوفر لي دبابة موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر يلا بينا على بركة الله نسيب حضرتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية وبعدين هقول لحضرتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية رجعت لحضرتكم من جديد علشان اقول لحضرتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بالعربية تشوفر لي دبابة موديل العربية 2013 العربية زيرو بالكامل بدون جرامبو يا واحد لا من الخارج ولا من الداخل العربية الموتور سليم وقالات الجر بحالة منتازة والشاسي بتاع العربية سليم العربية فيها رخصة لمدة سنة العربية فيها كوتش جديد وبطارية جديدة العربية مش عايزة اجني مصرف حقول لحضرتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب عربية شفر لي دبابة موديل العربية 2013 لانه السعر حيكون من خلال الاتصال وكمان لو حضرتك عايزة تسأل عن بعض الامور الاخرى الخاصة بالعربية للا تواصل مع صاحب عربية شفر لي دبابة موديل العربية 2013 حيكون على رقم 010 658 656 82 للا تواصل مع صاحب العربية حيكون على رقم 0 658 656 2 8 دا كان موضوعنا النهاردة استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على يوتيوب قناة عربيات لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك وكمان تفعل زاج الجرس علشان يجل حضرتك كل الفيديوهات اللي بتنزله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته